السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدر شوف قاعدة اسمها قاعدة ال 2 ميلي ايه قاعدة ال 2 ميلي بكل بساطة ان انا محطش تفاصيل كتيرة مش هتظهر في الشغل بتاعي بمعنى كنا في مرة كنت انا مسك بمانجر في الشركة في المهندس المقتص بالفاير بيقول لي انا عانس سبرينكلر فوريت بعض الاسبرينكلر بنبدأ نختار نشوف انسب حاجة فيهم فهو عجبات واحدة لها بكل التفاصيل بقى اللي ممكن تتخيلها كتبندت وفيها بقى شرشرة وفيها الطلقة انت كده كده اصلا لما تيجي تتبع سواء بتتبع في البلان او بتتبع سيكشن او بتتبع دي كلها بتبقى نقطة يعني الاسبرينكلر ده بيتتبع كنقطة صغيرة تمام؟ بيبقى رامز مثلا بيبقى دايرة بيبقى بكذا مش هابان كل التفاصيل دي اه لا بس جميلة شكلها حلو بتاع ايوه شكلها حلو بس البرنامج نفسه هيرهق في عمل الحسابات لو فيه جزء معين مش هي مش هيزهر معايا في الشغل فبش لازم هتم بالتفاصيل دي قوي لان بيرهق البرنامج موضع تفاصيل وبالذات لما يكون فيه مثلا اقواس او فيه دايرة او فيه بيقعد يعمل الحسابات هنسيها رهيبة جدا عشان نحسبها فمن بالك بقى السبرينكلر اللي هو اصلا كده كده اصلا لما بيتبع بيتبع كنقطة لان هو انت هو اصلا نقطة في قلب الغرفة وانت بتتبع المبنى كله فما ببانش خالص بيبقى عندك مثلا الف سبرينكلر لما بتجي تتبعهم بيقعد يعمل لكله حسابات الف دول حسابات فبتلاك الجهاز هنك وبعدك اقول احنا عايزين الجهاز جديد ومفيش وانتو احنا فقرة وهجيبلكم نين كلام ده كله لا يبا هو من الافضل ان انا ابدأ ادرس اللي انا محتاجه عشان يصغر ولو فيه مثلا تفصيلة معينة محتاجها ممكن اعملها على جنب ممكن اعملها مثلا في ومسلا ابدأ ارسمها او ابدأ اجيبها اعملها انما ما عودش اقرق الكمبيوتر مابقاش مثلا فيه المفصل بتاع الباب او الاقرق بتاع الباب اقعد احط التفاصيل ويعني مايك الانجل وبيرسم لا مفروض ابدأ افكر الموضوع ده محتاجه فعلا ولا مش محتاجه هاجيبان معي ولا هو مجرد بس ان انا بحط التفاصيل بس هو اثناء التباعة بشايبان خالص بشايبان يعني انا انا مثلا عمل الباب مثلا ودي نقطة في قلب الباب فالتخانات الالوان اللي حاجاتي كلها هبان نقطة بشايبان الانجل وانت عملها ديت تمام فحنا نفكرنا في المواضيع ديت وحنا نرسم كل حاجة بفكر فيها بجنين راحة فين محتاجها بش محتاجها بش مجرد ان انا بقلد او مجرد فاملي عجبتني يعني مثلا ممكن مثلا نحمل مكنة كهرباء مثلا وفيها تفاصيل 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 وانا كده كده بش محتاجها يعني كشغل بم انا محتاج تفاصيله معينة يعني حتى ال LOD بش عايز يصل للمستوى الكبير ده جدا حتى في LOD 500 بش محتاج ان انا بصير التفاصيل ده كله كالشكل بش محتاجه بش محتاج ان انا احط يعني ادقى ادقى التفاصيل فيه مستوى معينة لازم يبقى موجود اكتر من كده بيبقى تضييع الوقت وتضييع الامكانيات الجهاز يعني من كده بقى انا ما مسلمش المستوى فلازم بيقى فيه معرفة ايه اللي يسلم و ايه اللي ما يسلمش ايه اللي انا محتاجه و ايه اللي مش محتاجه مش مجرد ان حاجة جايب فحطها اروح حطتها نعم مسلم معينكم اشتركوا في القناة